الحسابات الصغيرة والديتيلز الصغيرة يمكن بعض الناس ما بتشوفهاش ان انا كمدير فني ادخل مباراة عندي نوع من انواع هذا التحفز بشكل او باخر لغاية مضمن المباراة وابدأ العب بطراتي او انزل بنوع مش هقولك نوع من انواع الرسك لان يعني لعبت النادي الاهلي متعودة على 4-2-3-1 بقالها فترات طويلة فانت شايف خلينا نكلم ان النادي الاهلي شايفه ان 4-2-3-1 هي الانسب في مباراة المريخ بداية من المباراة او انا شايف من بداية المباراة نبدأ 4-2-3-1 نستثمر الحالة الفنية الجيدة جدا لأفشا ومحمد شريف بعد ما تشوفاركو والاحمد عبدالقادر في مركز الجناح والسويتش اللي بيحصل لما أفشا بينزل على الاطراف لما بينزل على الطرف واحمد عبدالقادر بياخده الكرة من نص الملعب ويستقبل الملعب بوشه هي دي الحالة اللي الاهلي دايما بيكون خطر في الهجمات عكس ما انا كنت بالعب 3-4-3 اه احيانا بيبقى افشا يعني عائق قدام بعض المهام الدفاعية بس هنا بقى الخلطة للمدرر اللي بلازم يعملها ان انا عندي اعتقد في جيل 98 لحالتك تتذكر حازم امام حازم امام كانت يعني كان كابتن جوهري طبعا بيدي ادوار الملعب دفاعية كلها بس اعتقد كان اكثر تحررا من المهام الدفاعية هو حازم بالزبط ويحنا كنا بنطلع عليه بالزبط حتى حسام حتى كابتن حسام حسن احيانا كان يعني يدوره انه يضغب عرض الملعب او ينزل لحد نص الملعب لحد ما يسلمه للدفندرات ولكن حازم امام معروف ان انا عايز حل واحد بالكرة لمسة او لمستين او ثلاث لمسات هو مش عايز من كابتن حازم امام في الموقف ده اكتر من كده ده اللي بدل مع مجد افشا بالزبط احنا شوفنا مجد افشا قادر انه هو يجمع اللاب في ماتش فاركو كل الخطورة كانت منه لما بينزل ريشة كده على الاطراف بيديك حتى عمقه في وسط الملعب يتحرك فيه احمد عبدالقادر يدخل جوه واحمد عبدالقادر من النوع اللي عايبا لما بيشوف لما بيستلم الملعب بوشه عايز روح بيستقبل الملعب بوشه بتبقى كله خطورته وهو كمان عنده قدرة انه هو يقطن بدي بيلعب بيمينه وشماله بيعرف يروح للمدافع ويرقصه بيدي الكل اللي انا بحكي لحارتك فيه ده بيدي المحمد شريف مساحة كبيرة يجري فيها في الملعب ومحمد شريف من نوع الاستراكرات اللي بيحب المساحة بيحب طبعا مساحة يتحرك فيها لانه بيحب ياخد الكرة من الحركة بيحب دايما يروح وراء المدافعين بالشكل عشان كرة تتحط من وراء الله خلينا نتكلم كمان ايه اللي نخاف منه ايه نقاط القوة في نادي المريخ انت شايفين انا شفت فريق المريخ كابتن عنده سرعات كبيرة جدا في التلت الهجومي في مبارات الهلال على وجه التحديد كان عنده سرعات كبيرة في التلت الهجومي فريق المريخ ما كوين ما عملش فرص كتيرة جدا قدام الهلال بس عارف يسجل هدفين ناسي مش متذكر اسم اللعب هو هدفه اللعب ايس اعصر كده رابط شعره هو خطورته في التلت الهجومي فريق تقدر تقول انه يختلف شوية عن سانداونز في الاداء الاحتفاظ بالكورة انه ممكن جدا يبني من تحت ولا هو معتمد انه بيدافع بشكل كويس ويستغل سرعات للكاونتر اتاك لا هو هيعمل ده هو يلعب ماتشين الاهلي او لو لعب ماتش الاهلي في القاهرة والماتش الثاني في القاهرة يلعب ماتشين الاهلي بالنهاي جدا كابلو اعتقد انه يعمل كده هو انا بتهيلي هو مش عايز من ماتش الاهلي غير نقطتين لو خد النقطتين دول هيبقى بيلعب مجموعته كلها على نتيجة ايجابية مع سانداونز وفوز على الهلال ويبقى ضمن التأهل تماما في مجموعة بالنسبة له معقدة ومتشابكة هو عارف انه لو عرف يحصل نقطتين نقطة ونقطة يخلصوا صفر صفر يخلصوا واحد واحد بس هو عارف ان المجموعة كلها تتحسن في ماتشين الاهلي وبنسبة له كل حساباته منصبة على ماتشين الاهلي عشان انا شايف دي من الجولات المهمة وشايف انه تسجيل هدف مبكر في المباراة القادمة دي هيفتح المجموعة جدا للاهلي لانه هيحسس المريخ انه الخصم اقوى منه بكتير وده الواقع انما انت كل ما تتقدم في المباراة وتدخله معك في الجيم وتخليه عقد الملعب ويعمل تغيرات دفاعية يلعبك كورتولية يجبرك على اندفاع بدني معين اعتقد ان انت كل ده مش في صالحك فاعتقد انه يعني ان شاء الله يكون محمد شريف موفق في المباراة دي تحديدا على مستوى الانهاء لان اعتقد انه هيبقى فيه تركيز كبير جدا من الاطراف محمد هاني وعلي معلول على ارسال العرضيات لازم محمد شريف يعني يبقى هادي ومش متوتر اعتقد الجنة اللي جابه في فارقه جنبي كيفية كويسة كهداف بيحسس ان انا دخلت تاني في الموت بيتهيق لانه الجنة دوت لازم يحس محمد شريف انه الاسترس يقل شوية ان شاء الله حسام حسن لو خد فرصة في الشروط التاني او من بداية المباراة يبقى بيسجل عشان نبقى متمنين تماما على الاساسي والاحتياطي فبتالي المباراة اللي جاية دي حسمها مبكرا وعدم ترك الفرصة والمساحة للعيبة المريخ ان هم يلعبوا لعبهم او يجرونها لستيلهم دي اهم حاجة المرش الجاية كابتا